بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض حديثنا معكم عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق المؤمنين كما أشار القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ما فائدة تزكية النفس؟ تزكية النفس لا بد منه لأن النفس بطبعها أمارة بالسوء هكذا وصفها القرآن الكريم وتلك مرحلة وطور من أطوار النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ووجدنا أن القرآن الكريم يعبر عن خطورة النفس قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إذن النفس هذه تحتاج إلى انتباه وتحتاج إلى حزر ولا بد من فهمها ومعرفتها فقد قالوا من عرف نفسه فقد عرف ربه ما معنى هذا الكلام؟ من عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة والقدرة من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية ففائدة معرفة هذه النفس أن ترد إلى الله ولا بد وأن ترد إلى ربك إن إلى ربك الرجع يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه وقد جاء في القرآن الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه فإذا فهمت نفسك واطلعت على عيوب نفسك قمت بإصلاح هذه العيوب وبدأنا في هذا المشوار تبديل الصفات الزميمة إلى أخلاق جميلة حميدة الرياء تبدله إلى إخلاص الكبر تبدله إلى تواضع الغضب يتبدل إلى صبر وهكذا وتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم أن تحمل نفسك على الحلم على هذا الخلق أن تعود نفسك على الكرم لو كنت بخيلا أن تعود نفسك على الصدق لو كنت كاذبا النفس تحتاج إلى مجاهدة وتدريب وتمرين وأن تبدل هذه الصفات الزميمة إلى صفات حميدة جميلة وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وانتبه إلى هذا الدعاء الذي يدل على ما قاله الشيخ أبو الحسن الشازلي أن علوم التزكية فرض عين كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها زكها رسول الله يقول عن نفس زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وقد علم حسين لما دخل في الإسلام قال له يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي شر النفس أمر معروف إن النفس لأمارة بالسوء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إذن لا بد من فهم النفس ومن فهم طبيعتها ولا بد من معرفة عيوب نفسك ثم تبدأ بعد ذلك في إصلاح هذه العيوب وفي تبديل الصفات الزميمة إلى صفات حميدة جميلة وهذه النفوس تتفاوت في الفهم والإدراك ففهم ليس كفهمك وفهم غيرنا ليس كفهمنا النفوس تتفاوت في الفهم وفي سرعة الإدراك وفي سرعة تلقي المعلومة الصحيحة ولذلك قال ربنا ففهمناها سليمان هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى وقد أجاب الإمام علي كرم الله وجهه عن مسألة في غاية الصعوبة لما كان على المنبر أجاب على الفور رضي الله عنه وأرضاه هذا يدل على تفاوت النفوس في الفهم والإدراك ومن فوائد تسكية النفس الارتقاء بالإيمان فإذا ازدادت أخلاقك ازداد إيمانك هذه عملية مرتبطة بالإيمان عملية الأخلاق مرتبطة بالإيمان وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا الذين قاموا بإصلاح عيوبهم الذين قاموا بالارتقاء بمستوى أخلاقهم وقد عبر أيضا صلى الله عليه وسلم فقال لا إيمان لمن لا أمانة له نفى عنه الإيمان لأنه تخلى عن خلق الأمانة إذن الأخلاق مرتبطة بالإيمان لا تنفك عن الإيمان فكلما زادت أخلاقك زاد إيمانك ولن تصل إلى هذا المستوى من الإيمان والأخلاق إلا بتزكية نفسك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة